السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم كل خير مشاهدينا وفي هالأسبوع رح نتكلم عن زواجنا وعجلة الحياة طبعا بدون شك بعد الزواج المسؤوليات تزداد وأغلب الناس رح يشتكون ما عنا وقت ما نبدأ نوفي ما نبدأ نغطي ما عنا الطموح ناس ما كان قبل طيب خلنا نتكلم أول شيء عن عجلة الحياة شو هي عجلة الحياة؟ في حياة كل إنسان في محاور أساسية جدا لابد أن يركز عليها ممكن هالمحاور تكون ثمان ست محاور على حسب كل شخص ولكن غالبا هي ثمان محاور في الجانب الروحاني علاقتي مع الله سبحانه وتعالى الجانب المالي الجانب الأسري الجانب العائلة والأصدقاء والحياة الاجتماعية جانب التطوع ممكن نحن نقدر نقول الجانب الوعي الذاتي الصحة الجسدية وغيرها من الجوانب المختلفة ولكن كذلك الجانب المعرفي مهم جدا الحين بعد الزواج والعيال والمسؤوليات الشخص ما يكون نسب ما كان قبل يعني ما رح يقرأ نسب ما كان يقرأ قبل أو يكون ذياضي أو نشيط أو حركي أو حتى في حياة المهنية يركز مثلا على الترقيات أو يركز على الإنتاجية أكثر هذا اللي حن نسمعه ولكن في الحقيقة هو يقدر يكون الأربع وشرين ساعة اللي الله سبحانه وتعالى يعطاني وعطاكم وعطى الجميع لكن في ناس تقدر يعني خلنا نقول تدير ذاتها مش تدير الوقت تدير ذاتها بحيث أن تقدر توازن شوي على الأقل تحاول تسدد وتقارب على سبيل المثال في عائلة أنا أعرفها اللهم بارك عائلة كبيرة والمسئليات كذلك كثيرة لكن حريصين كل ما يجتمعون مثلا عنهم طالعات في السيارة حتى لو مدة نصف ساعة أنهم يسمعون كتاب سمعي يحطونه في السيارة الجميع يسمع أو حتى لو مثلا عنهم زيارات المسافة مدة نصف ساعة أو إلى ساعة يتفقون من البداية أن شخص فيهم يركز إما مثلا على الجانب المرح مثلا يركز على نكتة أو شيء لطيف أو مسابقة أو أنشطة أو قصة صارت المهم يقعدون وهم يتكلمون وهم في السيارة أو أنه حتى يسمعون القرآن لبعضهم أو مثلا يذكرون أو يعطون قصة جميلة قصة مفيدة قصة فيها توعية تربية شوي على المبادئ الإسلامية وكذلك هم موجودين في السيارة هل نحن طبقنا هذا الشيء طيب؟ نحن نطبق ولكن هل كل مرة نطبق ولا ننسى؟ هذا هو السؤال لو سألنا نفسنا صدقوني سنجاوب على أنفسنا بطريقة جميلة جدا لكن إذا ركزنا على هذا الشيء وحرصنا أن نحصل على حل هذا الشيء فإذا عجلة الحياة ممكن أنا أتعاون مع عائلتي مع زوجتي مع عيالي أن نركز كلنا على الجانب الروحاني نقعد مثلا كل أسبوع نختم سورة أو مثلا نسمع لبعض أو نتكلم عن تفسير بعض الآيات أو مثلا نقعد في بعض الأنشطة الجميلة أنشطة رياضية أو ممكن أنشطة فيها الغاز فيها مسابقات فيها تحدي وغيرها لو نحن ركزنا على هذا الجانب ولملمنا بعد صدقوني رح نستمتع وبإذن الله نسد ننقارب وعجلتنا رح تكون عجلة صحية صحيحة لين ما أتوفكم للقاء آخر أقول لكم تحمل على أرواحكم والله يحفظكم شكرا للاستاذة آسيا القرشي ننتقل معكم أيضا إلى جانب آخر يتعايش فيما بيننا أشخاص لديهم روح مختلفة ومميزة ويبرع الكثير منهم في مهارات متعددة تميزها عن أقرانه ويتميز أطفال التوحد بصفات جميلة ومهاراته وقدرات أيضا عالية ويعتبر شهر أبريل شهر التوعية من التوحد ونستعرض به العديد من هذه الجوانب مع أخصائية التوحد حول هذه الحالة وأيضا راح نقدم فيها أو راح تقدم بنا بعض الأساليب التي يتم من خلالها علاج هذا المرض بالنسبة لكثير من الأطفال الحديث أكثر عن الطراب طيف التوحد يسعدنا نرحب بظيفتنا الأستاذة دعاء محمد راشد رئيس قسمة تربية الخاصة بالمدرسة الأمريكية الدولية الحديثة في الشارقة أستاذة دعاء صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك طبعا شكرا كثير على الاستضافة شكرا لك على حضورة أيضا معنا في صباح الشرقية اليوم نتكلم عن طيف التوحد دائما نسمع عن التوحد وطيف التوحد طيب ما الفارج بين النوعين أستاذة دعاء حاليا طبعا هو شهر إبليل شهر الحملة التوعية لإضطراب طيف التوحد بس حبت أنوه لشغلة أنه كان شعاره من ضمن الأمم المتحدة اللي هو المشاركة الكاملة أنه نشاركها دول الطلاب حتى أنه نشاركهم في حقوقهم في العمل والتعلم وكذلك في الاستقلالية والمراحل الرشد يعني مرحلة الرشد بالنسبة لسؤالك بالإضطراب طيف التوحد هو طبعا في بعض الأشخاص بيسموه طبعا هي مخلوطات بيسموه مرض التوحد هو حاليا تحت مسمى مضلة إضطراب طيف التوحد يعني هي مضلة كاملة بتتندرج تحت ومسمى إضطراب طيف التوحد اللي هي تعني إضطراب في النمو العصبي بأثر على التواصل واللغة وكمان بيظهر عنده في بعض سلوكيات نمطية تكرارية محدودة زي الألعاب النمطية وكمان بيظهر في عمر الطفولة المبكرة يعني في العمر الثلاث سنوات الأولية بيظهر هذا التوحد الترابطي في التوحد وأعتقد أنه أيضا في يعني أواخر شهر أبريل من هذا العام أيضا يتم الاحتفاء بأسبوع لصم العربي نعم فهناك أيضا كذا احتفاء في هذا الأسبوع بالضبط وشهر التوعية تلاقيه شوية فيه بالإعاقة جميل أيضا يتم توعية المجتمع بهذه الاطرابات بحيث أيضا المجتمع يفرق بين أنواع الاطرابات المختلفة وأيضا ممكن تهم الوالدين بدرجة كبيرة بما أن أيضا هذا المرض قد يصاب فيه الطفل بعمر مبكر نعم طيب نسبة انتشار هذا الاطراب أستاذ دعاء بالضبط نسبة انتشاره ونحكي أنه بين كل 59 حالة ممكن تظهر حالة فيها اطرابطة في التوحد يعني نسبة شوية بنحكي عنها عالية دائما بتظهر بين بالذكور بتكون أعلى من الإناث لكن إذا ظهرت بالإناث بتكون ممكن نحن هو التوحد بتصنف لعدة مستويات بسيط متوسط شديد بس إذا صاب بالإناث ممكن يكون في أشد درجاته فعشان هيك بتكون شوية نسبة الانتشار في البنات أقل أقل سبحان الله طيب يعني كيف ممكن نستدلع الطفل المصاب بالطرابة التوحد وممكن هذا السؤال أيضا يعني الأمهات بدرجة كبيرة حدا أنها تميز هذا الاطراب في طفلها منذ الإشارات الأولى حتى أيضا يعني تبعد طفلها عن هذا المرضى ويتم تدارك الاطراب في بدايته بالضبط هلأ زي ما أنت تفضلت أنه نحكي عن شوي عن التدخل المبكر هلأ في بعض الأعراض اللي بتظهر على أطفال من ذوي اطراب طيب في التوحد مثلها اللغة الأم بتبلش تلاحظ على ابنها تأخر في جانب التواصل سواء تواصل لفظي أو تواصل غير لفظي التواصل اللفظي الذي نعرفه مثلا المناغة اصدار بعض الأصوات بعض الكلمات أما التواصل الغير لفظي مثلا الإيماءات مثلا بتقول له تعال أشر باي باي هاي بتلاحظ أنه عند ابنها قصور فيها وكذلك بيظهر بعض الأعراض مثل الاهتمامات والسلوكيات النمطية التكرارية المحدودة مثل رفرفة بتلاقيه مثلا برفرفة بإيده حركات نمطية مثلا ندوران ممكن يمشي على أطراف أصابعه فهاي بتكون بعض المؤشرات للإيماء بتكون نلاحظه في البدايات أنه ابنها شوي مختلف عن مثلا إخوانه في البيت إذا طلعوا مثلا عند أهله أو رايبه أو أصدقاء بتلاقي شوية فيه أنه اختلاف بينه وبين ابطفلها والأطفال العاديين وكذلك ما يحب يندمج أتوقع مع الأطفال هو بالضبط وبالنسبة لجانب التفاعل الاجتماعي منلاقي أنهم هما بيحبوا الإنعزالية يلعبوا ألعاب لحالهم مثل ما حكيت لك مثلا ممكن تلاحظ الأم أنهم بحبوا يصفوا السيارات مثلا بشكل طولي أو بشكل أفقي يلعبوا ألعاب بس هما لحالهم بيحبوهم ما بيحبوا يشاركوا فيها مثلا أخوانهم أو أقاربهم أو أصدقائهم كذلك وتوقع أيضا حتى يخاف يعني من الناس اللي حوالي يكون عنده رهاب اجتماعي أو أيضا يخاف من انعكاس ظلة بالضبط أحيانا هما بالنسبة لانعكاسات الظل أو بالخوف ممكن يكون يظهر عند أطفال ترابطة في التوحد مشكلات بالحسية هي هاي المشكلات الحسية مثلا بتلاقيه ومش خوفوا مثلا من الظل أو أنه لا هم بيكون حاول أنه يلحق هاي الإنعكاسات بيكون عنده هاي الإطرابات الحسية هي اللي بتأثر عليه أنه يخاف مثلا من الأضواء أو مثلا عندهم حساسية سمعية من الأصوات لقي دائما إيش بغلق دينا ليش لأنه هو مثلا الأطفال من ترابطة في التوحد بتلاقي مثلا الأصوات اللي إحنا بنسمعها يعني صواتي وصوتك هاي كونه بالنسبة له ممكن يسمعها صوت ضجيج فعشان هيك هو بتلاقي أنه هو متسكر ديناه هو مش خوفه مثلا من المجموعة أو ناس ممكن صوت معين ضو معين في غرف في مكان هو مدايق فيه فبتلاقيه شوية بيهرب وبينعزل منه فهاي كانت بعد كمان الإشارات والدلالات للأم برضا والأسرة اللي هي بتلاحظها طبعا الأسرة هي بالبداية هي الأخصاء الأول اللي هو بيدي يشخص الحالة الطفل بعد هذا بتقدر أنها تلجأ لأين للمراكز أو للطبيب الأطفال وبعدين بتصير حياة التقييم والخطة الفردية التربوية تصل في حالة من حالة أستاذ دعاء أكيد يعني في حالة تقدم الطراب أكيد زي ما أنا حبرتك بالبداية هما مستويات وفيق لهم درجات للترابطة في التواحد وتلاقيهم هما أصلا اسمهم بتلاقي أنهم توحد ليش؟ أنه كل حالة من لها مدخل خاص سلوك معين خاص تختلف حالة خاصة هي توحد يعني هما بتلاقي غالبا ما تلاقي بينهم اختلاف إلا بعض الأعراض المتشابهة بينهم بس في حالات أو كل أغلب الحالات تلاقي كل حالة إلها احتياجاتها الخاصة فيها والجميل أيضا أستاذ الدعاء يعني والمميز فيهم حقيقة حقيقة لاحظت فيهم أن المصابين بالترابطة وحد تكون عندهم مهارات جدا جميلة بالزبط يعني مثلا إذا كان يرسم لتشغلة معين يرسمها بدقة بدقة وبإتقان جدا كبير يعني تقوليني استحالة هذه اللوحة يرسمها طفل صحيح يعني سبحان الله في عندهم جوانب أخرى الله يعوضهم فيها صحيح هم ترابطة في التوحد بميزهم الإدراك البصري العالي إدراكهم البصري العالي هذا بساعدهم على أنه يشوفوا الأشياء بتفصيلها بتفصيلها معينة مثلا هو بركز إدراكه على جزئية معينة فبيتقنها فبكون هم تركيزهم بهذه الجزئية مثلا زي ما تفضلت بالرسم هو كل إدراكه البصري أو المعرفة أو الإدراك في هذه اللحظة بس مثلا على اللوحة أو على الموهبة اللي هو مكتسبة فبتلاقيه بتقنها أفضل مثلا من الطلاب اللي غير سبحان الله من دوء إدراكه في التوحد طيب شو الخطة العلاجية تكون لهم سيدة دعاء بالضب بالنسبة للخطة الفردية التربوية العلاجية نحن نسميها شوي علاجية لأنها هي مثلا بتساعد الطفل على أنه ينمي من مهاراته ويتطور الخطة نعملها كأخصائي تربية خاصة ممكن تكون على ثلاث محاور ممكن أنه يتنعمل على بداية زي ما خبرتك أنه الطفل والأسرة هم الأساس نأخذ أولويات الأسرة كهي شريك أول فيه لعملية الخطة الفردية التربوية وكذلك نقعد على ملاحظة الطالب لمدة من أسبوعين لأربع أسابيع نبدأ منلاحظة الطالب نجرب معه مهارات حتى نشوف وين المستوى اللي هو موصل إلى أو حتى نقاط القوة والإحتياج اللي هو محتاج إلى كذلك في بعض التقييمات المقننة اللي بتساعد الطالب بتساعدنا حتى أنه نقدر أن نعمل الخطة الفردية التربوية طبعا كل اختبار بين درجة حتى عمر معين عندك مثل الاختبارات اللي هم البيب آر والبيب ثري والأي بيب هذول الاختبارات ننطبقها مع الطلاب من ذوي الترابط في التوحد ومنقدر أنه من خلالها مع أولويات الأسرة وملاحظة الطفل نطلع بخطة فردية تربوية تكون كاملة لأحتياجات للطفل نعم طيب بما أنت ذكرت سيد دعاء دور الأسرة ونركز أيضا على دور الأسرة مهم في رعاية الطفل ويمكن أيضا يكون هذا السؤال الأخير في هذه الفقرة حتى نلم بالموضوع بشكل عام ونعطي أيضا دور الأسرة الأهمية بما أن الطفل ينتمي إلى هذه الأسرة فأيضا يشعر معها بالأمان فدور الأسرة أيضا مطابقة مع دوركم أستاذ دعاء بالضبط نحن دائما نحاول أن نخلي الأسرة هي الشريك الأول في العملية التربوية ونحن كل آياتنا نكون فريق عمل متكامل كمؤسسة تعليمية أو مركز أو مدرسة مع الأسرة أي خبرات أي تدريبات تلقاها الطفل عندنا في المدرسة أو في المركز أو في المؤسسة التعليمية لازم أن نشارك الأسرة فيها ونقلها إياهم للبيت وحتى هي تقدر تدرب الطفل داخل المنزل ويتنمي هذه المهارات حتى أنه يعممها كمان أنه أخذها في المدرسة وكذلك أنه يخذها في البيت حتى تتعمم عنده هذه المهارات ونوصل لمرحلة يعني نقدر نقول أنه يخفف الاعتمادية على الأسرة ويوصل لمرحلة الاستقلالية إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله الله يشافي جميع من يعاني من هذا الاضطراب وبإذن الله ينتهي هذا الاضطراب بإذن الله نتمنى يعني طبعا أستاذ دعاء محمد راشد رئيس قسم التربية الخاصة بالمدرسة الأمريكية الدولية الحديثة في الشارقة شكرا على حضورت أيضا على توضيح هذا الاضطراب لنا وليجميع من يتابعنا اليوم شكرا لك